قد ينداشوا البعض عند مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي مصر من الأعلى ويشاهدوا هذا المشهد لهذه الزخارف الفرعونية العظيمة ومنجيش في بلا فكرة نايدوسبوز ياخد سكرين شوت يفتح على الفوتوشوب ويحاولها للمشهد اللي نشوفين قدامكم على الشاشة ده أنا من يوسف محمد ودي قناتي يوسف تي و تيل تعليم الفوتوشوب كل عليك هو تابع مع الدرس الفكرة دي رتجالية جداً أنا حتى بسجل تسجيل الصوتي ده قبل أصلاً ما بتدي في التصميم أساساً أنا فتحت الفيديو ده لسا كنت هبتدي أشوفه شفت النقوش الجميلة دي فكرت نحنا نعملها إلكترونية كده ونيون الشكل اللي احنا بنعمله هنا على القناة دايماً ناخد سكرين شوت ويلا نبدأ في الشغل يلا نبدأ في الشغل انت مستني إيه يلا الفكرة الأجانية منها شوية هو أنه أنا مش عايز أخد حتة بس مستطيلة كده زي ما هي بين قدامكم على الشاشة أنا عايز أخليها طويلة شوية انفعة تبقى كمان مأس ستوري على الانستجرام زي ما انشافين الكاميرا في المشهد بتطلع لفوق فانا هينفع دوس بوز في قبل المشهد أخد سكرين شوت وبعدين أشغل حتة أخلي الكاميرا تطلع لفوق شوية تبين الحتة اللي مش باين أخد منها سكرين شوت وهكذا ولزقهم في بعض في الآخر نعمل صورة طويلة دي تاني أجلنا فكرة ممكن تجي في بالي حال للوقت لو جد في بالي أي فكرة تانية هولها لكم زي ماي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة